اشتركوا في القناة الاتحاد الدولي لالعاب القوى بعد حصول مملكة البحرين على ثقة الاتحاد الدولي في احتضان وتنظيم اجتماعات اللجنة كان في استقبال سموه لدى وصوله رئيس الاتحاد الدولي لالعاب القوى البريطاني اللورد سبستيان كو والامين العام المساعد للمجلس الاعلى لشباب والرياضة الامين العام للجنة الولمبية البحرينية السيد عبد الرحمن صادق عسكر ونائب رئيس اتحاد دول غرب اسيا لالعاب القوى عضو الاتحاد الاسيوي ونائب رئيس الاتحاد الاماراتي لالعاب القوى السيد ناصر المعمري ونائب رئيس الاتحاد البحريني لالعاب القوى السيد محمد عبد اللطيف بن جلال وعدد من مسؤولي الاتحاد البحريني لالعاب القوى وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة برئيس الاتحاد الدولي وبجميع الحضور ضمنها سموه تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تمنيات سموه بنجاح أعمال هذا الاجتماع وتقدم سموه لرئيس وأعضاء الاتحاد الدولي لألعاب القوة بالشكر والتقدير على ثقتهم الكبيرة بمنح مملكة البحرين استضافة اجتماع لجنة تطوير الرياضة النسائية والتي تعد إحدى أهم لجانب الاتحاد الدولي والذي يأتي متوافقا مع الخطوات التي يتخذها الاتحاد البحريني لألعاب القوة في دعم جهود الاتحاد الدولي لدعم الرياضة النسائية محليا وإقليبيا ودوليا مشيدا سموه بالخطوات الكبيرة التي يتخذها الاتحاد الدولي في تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحادات الأعضاء والتي تساهم في استمرار نمو والتطور وارتقاء رياضة ألعاب القوة وأكد سموه أن مملكة البحرين وبفضل رعاية ودعم حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قد اتخذت خطوات رائدة لرعاية ودعم الرياضة النسائية في مختلف الألعاب الرياضية والتي كانت نتائجها باهرة في تحقيق المرأة البحرينية نتائج متميزة وإنجازات كبيرة ساهمت في حفر اسمها بأحرف من ذهب في مختلف البطولات والمحافل الدولية وفي الختام تطلع سموه لأن يخرج هذا الاجتماع بتوصيات جديدة تخدم مواصلة البناء والتطوير في الرياضة النسائية على مستوى رياضة ألعاب القوة متمنيا للضيوف الكرام طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين وبدوره القرئيس الاتحاد الدولي اللورد سباستيان كو كلمة أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره لمملكة البحرين على استضافة الاجتماع الأول للجنة تطوير الرياضة النسائية مؤكدا بأن ذلك يعكس اهتمام الاتحاد البحريني بدعم أنشطة وبرامج الاتحاد الدولي والتفاعل الإيجابي مع كل ما يخص تنمية وتطوير رياضة أم الألعاب وتحديدا النشاط النسائي الذي يحظى باهتمام الاتحاد متطلعا بأن يشكل هذا الاجتماع بداية للمزيد من التعاون وتنسيق في بختلف المجالات معربا عن أمله في أن يثمر الاجتماع عن أفضل التوصيات التي تسهم في الارتقاء بالمرأة على مستوى ألعاب القوى بسم الله الرحمن الرحيم سعد سيد اللورد سباستين كو رئيس الاتحاد الدولي للأعاب القوى السادة أعضاء لجنة تطوير المرأة في الاتحاد الدولي للأعاب القوى الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية يسعدنا أن نرحب بكم في هذا الستجمع الدولي لعالة رياضة العاب القوى الذي يحمل العديد من الأهداف الكبيرة للتطوير والارتقاء فهو يعتبر خطوة جديدة وأن نقطط لوضع الخطط والاستراتيجيات التي تساهم في بناء قاعدة متينة لجيل جديد يواصل مشوور النجومية وما يسعدنا أكثر من ذلك هو تواجدكم معنا في مملكة البحرين لذلك نرحب بكم ونتمنى لكم طيب الإقامة في بلدكم الثاني وننقل لكم تحيات وتقدير أخي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جارة الملك المفدل أعمال خيرية وشؤون الشعب رئيس المجلس الأعلى للشعب الرياضة رئيس الأجنة الأمبية البحرينية كما نود أن نتقدم لرئيس وعضاء الاتحاد الدولي لعاب القوى بالشكر والتقدير على ثقتهم الكبيرة بمنح مملكة البحرين لاستضافة اجتماع لجنة تطوير الرياضة النسائية إذ يعد أحد أهم اللجان بالاتحاد الدولي والذي يأتي متوافقاً مع الخطوات التي يتخذها الاتحاد البحريني لألعاب القوى في دعم جهود الاتحاد الدولي لدعم الرياضة النسائية محلياً ليس ذلك فحسب بل على المستوى الإغليمي والدولي أيضاً مشهدين بالخطوات الكبيرة التي يتخذها الاتحاد الدولي في تعزيز العلاقات الثنائية مع اتحادات الأعضاء والتي تسام في الاستمرار نمو وتطور وارتغاء رياضة العاب القوى ونثمن في هذا المقام الدور الكبير الذي تقوم به لجنة تطوير الرياضة النسائية بالاتحاد الدولي والتي استطاعت أن تقدم المرأة في تشجيعها على ممارسة الرياضة وتطوير مستوياتها ودفعها نحو بلوغ أعلى مستويات النجاح لتتمكن من تحقيق النتاج المتميزة إنما مملكة البحرين وبفضل رعاية ودعم سيدة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة حفظ الله ورعاه قد اتخذت خطوات رائدة لرعاية ودعم الرياضة النسائية في اختلف العاب التي كانت نتائجها باهرة في تحقيق المرأة البحرينية نتائج متميزة وانجازات كبيرة سامت في حفر اسمها بأحرف من ذهب في مختلف البطولات والمحافل الدولية ختاما نتطلع أن يخرج هذا الاجتماع بتوصيات جديدة تخدم واصلة البناء والتطوير في الرياضة النسائية على مستوى رياضة العاب الغوة منتمنين للضيوف الكرام بطيب الإقرامة في بلدهم الثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استضافت لجنة تطوير الرياضة النسائية هذه طبعا اجتماع عملاء وليعقل في البحرين طبعا هذا شيء نفتخر فيه وأيضا حضور سعادة رئيس الدولي للبحرين نفتتاح المؤتمر هذا أيضا شيء نفتخر في وجوده اليوم في مملكة البحرين يشريف سيدي سمو الشيخ خالد من الاجتماع اليوم تحت رعايته هذا أيضا دافع كبير هم عارفين أنه هو من الشخصيات المؤثرة جدا في رياضة العاب القوة استطاع قيادة الاتحاد وتحقيق نتائج عالمية وأولمبية اليوم هو يقول أيضا تطوير المرأة على مستوى الدولي فهذا أيضا شيء نفتخر فيه واللجنة الأولمبية سعيدة برأس سيدي سمو الشيخ ناصر أن تكون فعلا اتحاداتنا قادرة لاحتضان مثل هذه الأحداث الدولية هذه اللجنة مستحدثة جاءت بعد باهتمام الاتحاد الدولي برياضة المرأة وتشجيع الفتاة في الممارسة رياضة العاب القوة وطبعا الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ خالد بن حمد رئيس الاتحاد البحرين للعاب القوة وأعظم الإدارة على الثقة في تبوئ هذه المنصب وشجعون أن أكون أضوى في هذه اللجنة مما لها أثر كبير في تطوير رياضة العاب القوة النسائية في البحرين مملكة البحرين نفتخر لدورها ودعمها لرياضة العاب القوة برأس سمو الشيخ خالد ودائما تواجدهم في المحالة الدولية على مستوى اللقاءات المسابقات وعلى مستوى اللقاءات الإدارية طبعا احتضان مملكة البحرين لأول اجتماع لللجنة الإسرائية واختيار الأختراقية كممثلة للزون من غرب آسيا هذا دعم بالنسبة لرياضة العاب القوة في المنطقة وبصفة خاصة في غرب آسيا وفي مملكة البحرين لا شك أن أصبحت المرأة إلى دور فعال ليس فقط في المجتمعات الغربية ولكن أنا بقول كوني لبنانية وعربية بقول هناك دور كثير فعال للمرأة العربية بالرياضة نحن تمنياتنا أكيد هالمؤتمر يخلينا نطلع بنتائج أنه كلنا نستفيد من بعض نحن نؤمن أنه هناك قوة بالرياضة بتغيير المجتمعات هناك قوة بالرياضة تدخل إلى قلوب خلينا نقول الأجيال بسرعة أكتر من أي لغة تانية ونحن هذا هدفنا أنه نوجه للسيدات يصير عندهم ثقة أكتر بدخولهم الحق الرياضة ترجمة نانسي قنقر